نحن نضم إلينا عبر كاميرا أكسرا نيوز ألو سيد محمد إبراهيم مدير قصر الفنون سيد محمد صباح الخير صباح الفل وصباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين أهلا بك خلينا نتكلم في البداية عن أهمية النوع ده من المعارض لدعم الفن التشكيلي المصري صوصاً نحن الحمد لله رب العالمين يعني تاريخنا في الفن التشكيلي لدينا رواد الحقيقة من الأجيال السابقة في الفن التشكيلي مصريين وعلامات مسجلة يعني في كل مكان ولدينا أيضاً رواد الفن التشكيلي أو خلينا نقول رواد الفن التشكيلي المعاصر كنت بأوصفها صح وأيضاً من الجيل الجديد من مبدعين الشباب طيب خلينا في البداية أنتهز فرصة وجودي معاك وأتقدم بخالص التعازي في وفاة الدكتور شاكر عبد الحميد أحد رموز النقد التشكيلي في مصر هو وزير الثقافة الأسبق رحمه الله وخالص التعازي وللأهل الصبر والسلوان أما بالحديث عن صالون الشباب فصالون الشباب بيعتبر واحد من أهم وأقدم الأحداث الفنية التي تقام في مصر والمعنية بالشباب تحت سن 35 سنة والحقيقة أنها بدأت بفكرة بسيطة هي مجرد اكتشاف المواهب الشابة ودعمهم ومسندتهم ليصبحوا بعد ذلك هم قوام الحركة التشكيلية في المستقبل ولكن مع مرور الضورات الأولى ومشاركة فنانين استطاع الفنانين دولة أنهم يفرضوا نفسهم وبقوة على الساحة التشكيلية وتخطوا وتجاوزوا تلك الفكرة بتقديم عدد من المشاريع الفنية والتجارب الفنية التي تضاهي وتحاكي كل المتغيرات التي تحصل في العالم وتضاهي أعمال الرواد الكبار فأصبح صالون الشباب واحد من أقوى الأحداث التي ينتظرها الكثير ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي كله والنقاد والمحللين والباحثين لرصد كم التطور والتغير التي طرأ على تفكير الشباب استمر صالون الشباب واحد وثلاثين عام دون توقف وهو من الأحداث القليلة التي لم تتوقف وتقام سنويا ويمكن ده نابع من قدرة الشباب على تقديم منتجات فنية قوية فيها جراءة تخرج عن المألوف وتحاول كسر كل الأنماط التقليدية الأكاديمية وتقديم مشاريع عبر نوعية توالت الضورات إلى أن وصلنا إلى هذه الدورة الدورة الواحد وثلاثين زي ما حضرتك قلت والتي تحمل عنوان ما يهمني الآن والحقيقة اللي أنا بقول أن الدورة دي تأحاطت بها عدد كبير من التحديات اللي بتسود المشهد العالمي طبعا في الفترة الحالية وما يهمني الآن هو طرح بنحاول فيه نعرف كيفية تناول الشباب لتلك التحديات وكيفية استطاعتهم أن هم يطوعوا تلك التحديات لتصبح أحد أهم مصادر إلهامهم وده اللي هنشوفه إن شاء الله في الافتتاح اللي هيكون بكرة الساعة السادسة مساء إن شاء الله طيب أستاذ محمد خليني نتكلم عن نوعية الأعمال اللي بتشارك فيه الصالون يعني هل مع كل دورة بيكون فيه هدف معين فيه شعار معين فيه آيكونة معينة المفروض إن هذه الأعمال اللي بتعبر عنها ولا إيه بيكون إزاي بيتم طريقة اختيار الأعمال اللي هيتم عرضها خلال الصالون تمام طبعا كل دورة بيكون فيه تيمة بيتم طرحها من اللجنة العليا المنظمة للصالون التيمة ديت المفروض إن الشباب بيتناولها وبتنعكس على أعمالهم الفنية المجالات اللي بتبقى مشاركة كل مجالات الفن التشكيلي زي النحت التصوير الرسم الجرافيك الخزف الانستليشن الفيديو آرت البرفورمانس كل المجالات ممثلة الأعداد اللي بتشارك بيتقدم لنا أعداد كبيرة جدا يعني بما يقرب مثلا من 700 فنان بيتقدموا سنويا ولكن طبعا وفطا للقدرة الاستعابية للمكان فطبعا ما بيقدرش نعرض كل الأعمال اللي بتقدم فبيتم تشكيل لجنة معنية بالفرز والاختيار والتحكيم بتتم بتقوم باختيار أفضل عدد ممكن يستوعبه أصر الفنون واللي بيكون حوالي 200 عمل تقريبا بيمثلوا 200 فنان في مختلف المجالات زي ما قلت بحضرتك بيتم رصد عدد من الجوائز بقيمة 160 ألف جنيه مقصمة على المجالات الجائزة الكبرى 30 ألف جنيه عدد 8 جوائز قيمة كل منها 15 ألف جنيه بالإضافة إلى جائزتين تشجيعيتين قيمة كل منها 5000 جنيه يعني احنا طبعا نتمنى التوفيق لحضراتكم والجميع لشباب المبدعين المشاركين في هذا الصالون شكرا جدا أستاذ محمد إبراهيم مدير قصر الفنون تعالوا بقى نشوف مع بعض بكرة زي ما قلنا افتتاح الدورة 31 من صالون الشباب وده في قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية طبعا وبنأكد أنه فيه تجديد في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية